اغتيالات وقتل بشكل شبه يومي يتبعه تشكيل لجان تحقيقية ثم تقييد تلك القضايا ضد مجهول هكذا تتم الجرائم والانتهاكات في العراق وهكذا يتم الإفلات من العقاب الذي لا يزال مستمرا في العراق على صعيد الهجمات التي تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين للعناصر المسلحة والجهات السياسية بحسب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي العراقيون أصبحوا يتوجسون خيفة من السلطات والميليشيات المتنفذة فقد يكون الموت ثمنا لرأي أو معتقد فسياسة الإفلات من العقاب تشيع بيئة من الخوف والترهيب وتقييد حرية التعبير وفقا لمكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تكميم للأفواه يحاسب على كل كلمة والدليل الآن في كل تصريح لأي صحفي لأي مسألة ويتحدث عنها بصراحة أو بحرية أو بحق يحال إلى القضاء بل آلاف القضايا ويجيب اللي ينقذ من تعدد هذه الجهات أو ربما يختال بعيداً على القضاء ربما يختال ويخسر حياته من أجل كلمة حقيقة واحدة في هذا البلد العراق شهد في أكتوبر 2019 تظاهرات واسعة طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام إلا أن الثوارة تعرضوا لقمع داماً أسفر عن مقتل أكثر من ستمائة شخص وأصيب ما لا يقل عن ثلاثين ألفاً بجروح دون الكشف عن هوية الجناة فضلاً عن محاسبتهم الحكومة في العراق لم تفي بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين والنشطاء والصحفيين من اعتقالات تعصفية وإخفاء قسري وقتل متعمد مما شجع على ارتكاب مجازر عدة في ساحات ثورة تشرين بحسب منظمة هيومن رايتس واتش المجتمع الدولي يقف صامتاً أمام جرائم القتل والإخفاء القسري والاعتقالات التي تطال المتظاهرين من ثوار تشرين ومن قبلهم تلك الجرائم التي ارتكبت بدوافع طائفية منذ 2003 وحتى اليوم في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب